اشتركوا في القناة وارتفاع عدد الخلفات وارتفاع الميزان بالنسبة للصغار اي في سن التسمين كما كتشوفوا معايا هذه القرعان ندير فيها واحد المادة اللي هي فايتسبقتلي المهم ان في هذا الموضوع كان طريقة جد فعالة وهي الحلبة الحلبة ففي المواضيع السابقة كنت تحددت على الحلبة يعني وفوائد ديالها في التسمين يعني بالنسبة لجميع الاعمار اما الكبار اما الصغار اما الحوامل اما العشار اي سن والطريقة اللي كنت قدمتها وهي حبوب الحلبة مع الماء يعني كتشدوا حبوب الحلبة حبوب الحلبة معروفة على الخيصة في التسمين ممكن ان تشروعوا ججو جدراهم على كتضرب لكم شحال كتباع بالكاس ممكن انكم تديروها مع الماء ولكن هالطريقة هادي لقيت فيها بعض السيلبيات وهي ان الماء كيتلقوا واحدة رائحة يعني كاريها كم عارفين رائحة الحلبة هي خدامة فعالة ولكن هاديك الرائحة الكاريها كتجعل يعني كيتبدل بعد اللون ديال الماء وخاصكم كل النهار تقوي تبدله لمدة اربع ايام يعني كين واحد العناء اما هالطريقة اللي يجبلكم جديدة ان شاء الله هي الطريقة ديال اليوم وهي جدا سهلة وما كتخليش الرائحة في المكان يعني باش ممكن ان الارانيب ينفرو من هذيك الرائحة هالطريقة وهي اننا نشدو هذيك الحلبة ونتحنوها ونسحقوها في مولينيكس عادي يعني نتحنوها كيفاش كتولي كتولي بهذا الشكل هذا اخوان نحلل القراء يعني كتولي غبار هانتوما كما كتشوفو غبرة هانتوما كما كتشوفوها هي غبرة هكا اذا هده هده الحلبة هذي مني كتولي غبرة اسمو كنديرولها ماشي كنديروها مع الماء لا كنشدوها وكن نخلطوها مع كيلو ديال الخبز الجاف مطحون حتى هو يعني مثلا هاد الخبز ها وانا كما كتشوفو هاد الخبز خبز جاف مطحون 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 نتحنوه باي طريقة ممكن انه يكون عندكم روبو او مهراز او اي حاجة يعني عندي حلقات او سابقة وريدكم كيفاش كيفاش يعني تتحنو هادو هاداك الخبز مهم من يتشدو الخبز ديرو كيلو كيلو ديال الخبز خلطو معه ملعقة او كبيرة ديال او يعني ديال الحلبة مطحونة بهذا الشكل يعني معلقة من هاد من هاد الحلبة المطحونة ملعقة من الحلبة المطحونة ممكن انكم تخلطوها مع كيلو ديال الخبز سووم تحون يعني مني كتخلطوهم غدي تلاحظوا انه الارنب ما كيعيقش بهذا الماضاق ديال الحلبة وما كي بهذا الحلبة ما كتنفخش بحال يدرناها في الماء يعني مني كنديروها في الماء كتنفخ وكتعطي وحد يعني وحد رائحة كاريها اما بالنسبة لهالطريقة هادي كونو متقنين انه الارنب ما كيعقش بها ما كتخليش الرائحة في الماء كام ما كينفرش منها سموكي اوقع انه العملية ديالتسمين كطره بواحد بواحد الشكل اكتر من نيمة ديروها في الماء اولا الحلبة فاتحها للشهية كيف تفتح الشهية تانيا كيتسمن يعني كيبانكم بالوزن ديالو كيتزاد بواحد طريقة يعني سبحان الله هنا الحلبة يعني شي حاجة يعني هي كتعتبر حتى موضاد حيوي ممكن انكم تحنوها معا معا تعطيوها لهم عاوثاني معا مع التومة عاوثاني كذلك رها واحد الموضاد الحيوي جد جد فعال يعني تتومة لكي الناس اللي كيكرموها وكي تحنوها وكي يعطيوها الارنب ديالهم معا معا الحلبة متحونة كونو متقنين ان الحلبة متحونة مع الخمز جاف كي يعطي واحد النتائج انا رأي بتجرب هادي كيت واحد تجائي النتائج يعني جد جد مفرحة ان شاء الله هادية ديال الحبوب مع الماء زيانة حتى هي غييفة شوية العناء وكتخلي واحد الرائحة لانش حلم ليكمونتاير جاوني قال لك باللي رأى عناه واحد هادي الحلبة كتنفق بوسط الماء وفعلا هي كتنفق بوسط الماء وكتطلق واحد الرائحة يعني كاريها وفعلا هدا انا كان نقول الناس عندكم الصح اذا اسموهي الطريقة اللي غادي نحيلوا منها هاد الرائحة هادي وهي الطريقة اللي هادرنا عليها انكم الحلبة تحنوها تتولي غبار بحلاكة انا رأى لي ما تتحنتهاش عاد بزافرة ممكن ان تتحنوهاتك تتولي يعني غبرة مني كتديروا مغيه مع القاوحدة مع كيلو ديالخبز كيلو ديالخبز الزراه بزافرة كيعطي وحد الكيمية كتديروا مغيه مع القاوحدة كافية وما تديروش اكثر يعني يعني بالنسبة للتسمين انا جربت يعني ملعقة وحدة كافية انها تخدم معاكم مزيان انا ديالحلقة دياله ديالنهار اه حلقة مهمة الناس اللي بغين يعني يعطيوا تسمين يعني يسمونوا الالانب ديالهم سواء صغار صغار او كبار اه كنشكركم على التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زالي ما شاركوش معنا يشاركو معنا حلقة ان شاء الله مفيدة اه تكيو على زر جام باش تساندونا باش خينا تزيل القدام متنسوناش بزير الجام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ونشط الوقت